اهلا بكم وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية وتنص على المبادئ المرشدة والترتيبات الانتقالية والمجلس التشرعي ولجنة التحقيق إلى جانب مهام المرحلة الانتقالية والمساندة الإقليمية والدولية وتشمل وثيقة الاتفاق السياسي الوطر المحددة للسلطة خلال الفترة الانتقالية والتي تم التوقيع عليها فجر الأربعاء بالأحرف الأولى بعد محادثات مارثونية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير تغيير على الاتفاق السياسي الوطر المجهور مجلس متواصل انتظره الشهد السيدانة طويلة حتى يتشرف أفاق الحرية والسلطة التحيير الشهداء سنة ديسمبر المجيدة والتحيير المهات الشهداء السابرات والتحيير السابرات والشباب 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 والعويد الشباب والعويد السابرات مع الدعوات بأجل الشفاء السياسي والتحيير كل من السابرات في الوصول للاتفاق من المتحيين من جانبه قال المبعوث الافريقي للسودان محمد الحسن ويدلبات إن الاتفاق يمهد للمرحلة الجديدة ويفتح عهدا جديدا للسودان وشكر ويدلبات وفدي المفاوضات على إبداء المسؤولية كما شكر المجتمع الدولي لضعمه لهذه المفاوضات هذا الشعب العظيم يستحق هذا اليوم التاريخي الذي تكثف أبناكم لا أقول الفرق و لا أقول الجهتين ولكن لا أقول الكتلة الواحدة الواحدة بجيشه العظيم بالمجلس العسكري الانتقالي وأبناء الأشيس بجيشه العظيم الحرية والتغيير إلى ذلك قال القيادي بقوى الحرية والتغيير إبراهيم الأمين إنه مطمئن لأن جيلا جديدا من أبناء السودان سيتولى إدارة البلاد بالتسامح والإقدام وأشار إلى أن الشباب شكل درجة عالية من المسؤولية وتجاوز الجهوية والعصبية كما حي إبراهيم الأمين أرواح الشهداء واطمئن بأن المرأة السودانية بعد الثورة ستمثل ثلاثة أربع المتبع نحن الآن يجب أن نستشرف مرحلة جديدة وأن نهتمد على أنفسنا وأن نبتد عن كل ما ينفرق فالسودان لكل السودانيين نعم الذين وقعوا الآن هم جزء من السورة وهم جزء من الشعب السوداني ولكن سوف تنتد خدماتهم ورعايتهم في الحكومة القادمة لكل السودانيين بلا تمييز نحن نريد وطنا مستقرا نريد كل مواطن أن نشعر بأنه حر في بلده لأننا علينا الكثير من الأنظمة الشهورية من الأنظمة التي نهبت أموال السودانيين واستعبتت وزلت السودانيين الحرية تتجزأ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر